بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وكانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية ونحن نعتز في هذا الصدد بمشاركتنا في منظمة المدن والحكومات الأفريقية واستضافة مقرها هنا في القاهرة كما نعتز بمساهمتنا في إطار التحاد الأفريقي في مناقشة وتطوير واعتماد المواثيق ذات الصلة بالحوكمة المحلية واللامركزية وإدارة المرافق العامة ويكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية والمركزية وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات أهمية كبيرة في ظل متطلبات العمل المناخي ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ وهي التحديات التي ستتأثر بها قارتنا الأفريقية أكثر من غيرها على الرغم من أن مسئولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية بالمقارنة بغيرها من مناطق العالم لذا فإن مصر وفي سياق استعداداتها النهائية لعقد قمة المناخ العالمية كوب 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتي تستضيفها نيابة عن القارة الأفريقية ككل ستكون حريصة تماما على أن تطرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض كما سيتم طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية والتنمية المحلية المستدامة السيدات والسادة لقد استطاعت مصر خلال السنوات الثمانية الماضية تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية سواء الحضرية أو الريفية وهي نقلة كان قوامها مشروعات البنية الأساسية العملاقة إدراكا بأن البنية التحتية هي أساس تطوير الخدمات العامة وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وقد استندت الجهود المصرية في تطوير البنية الأساسية إلى مستهدفات أجنتة القارة الأفريقية 2063 وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات أداء مصر المتعلقة بأهداف الاستراتيجية وأهمها المؤشرات المتعلقة بكفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية ونحن نعتبر التطور في قطاعات البنية الأساسية خاصة شبكات الطرق والنقل في مصر جزء من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيبتاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا وهو ما يعد حجر الداوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة التجارة القارية السادة الحضور إن ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطور الحضري حيث لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق الخدمات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية بل تخططها إلى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة ارتكزت بالأساس على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة وقد أعادت الدولة رسم وسياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضاراتها وخصوصية موقعها وطبيعة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على التراز الحضاري والمعمري الحديث والمستدام وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء غير المخطط والعشواهيات واستعادة الشكل الحضاري للطرق والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية وإيماناً منها بالتكامل بين الريف والحضر وفي إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية فقد أطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياته كريمة والذي يستهدف تطوير 4584 قرية في 22 محافظة وتحسين جودة حياء نحو 60% من سكان مصر وهو ما سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة ومستوى معيشة القطاع الأكبر من المصريين وهو ما دعانا لاعتبار هذا المشروع الطموح بمثابة مشروع القرن في مصر السيدات والسادة اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض جوانب هذا المشروع الضخم والذي ما كان من الممكن أن يتحقق لولا الإرادة القوية التي توافرت من أجل تنفيذ هذا الجهد التنموي الهائل لسكان الريف المصري بتكلفة ستتجاوز قيمتها 700 مليار جني مصري وأستطيع هنا أن أؤكد أن هذه التجربة الرائدة تتفرد في العديد من الجوانب استضمن تدخلات متنوعة تغطي كافة الجوانب التنموية التي يحتاجها الريف المصري بما فيها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وزاو الإحتياجات الخاصة كما أنها لا تقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط وإنما تشمل كذلك توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية سواء من خلال مشروعات يجري تنفيذها حاليا وتستقضب الأيد العاملة في القرى وتوابعها أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم قيمتها والتي تعمل على استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية بجانب توفير تدريب مهني للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم بما يضمن استدامة التنمية وهنا يسعدني أن أعلن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة حياة كريمة إلى الأشقاء من دول القارة لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية السيدات والسادة في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بكم في بلدكم الثاني وشكري على كل الجهود المبزولة من اللجنة الثامنة بالاتحاد الأفريقي وتطلع لمخرجات هذه الدورة الهامة وأؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الأفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته